السلام عليكم إخواني أخواتي ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصة استعلم قواعد تجويد برواية ورشع النافع هذه هي الحصة الخامسة من تعلم تجويد صورة الذاريات برواية ورشع النافع أقرأ لكم الآية وأستخرج منها الأحكام ونطبق تلك الأحكام وفي الأخير نقرأ قراءة أمور التلل لجميع الآيات التي استخرجنا الأحكام منها فهذا ما عودتكم عليه وكل قاعدة أذكرها لكم فلقد شرحتها من قبل في درس لوحدها ولكي تجدوا جميع الدروس بالترتيب شاهدوا هذا المقطع لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي تتوصلوا بكل فيديو أضعه ولمشاهدة جميع الدروس بالترتيب اضغطوا على زر بلايليست أو بالعربية قوائم تشغيل وستظهر لكم جميع الدروس مرتبة إذن لنكمل قلنا والسماء هذا المد هنا يمد بست حركات وهو مد واجب متصل والسماء بنيناها بأيد هنا لدينا مد اللين ويمد بحركتين أو أربع أو ست عند ورش بأيد هنا قلق للدال قلقلة كبرى وإنا لموسعون وإنا النون بغنأكمل ما تكون وهو مد حركتين أو أربع أو ست للمد العرض للسكون والأرض فرشناها والأرض الرأو يفخم اللام مفتوح هنا لأنه لدينا نقل حركة لازم مفرد للساكين قبله فرشناها الرأو يفخم فرشناها نقف هنا بحركتين مد طبيعي لا نقول فرشناها ولا نقول كذلك يعني لا نقول فرشناها ولا نقول فرشناها يعني هنا مد حركتين تلاحظون هذه الألف الخنجرية مد حركتين مد طبيعي وعند الوقف كذلك مد حركتين مد طبيعي سواء عند الوقف أو عند الوصل فنعم الماهدون هنا مد حركة 24 أو 6 للمد العرض للسكون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ومن كل هنا نون يجب إخفاؤها لأنها نون ساكنة بعد حرف الكاف من حروف الإخفاء وحرف الكاف مرقق إذن غنة الإخفاء ترق ومن كل شيء ونمد للمهموز يمد بأربع أو ست حركة ولدينا التنوين بعدها وحرف الخاء إذن يجب إظهار تلك النون في التنوين عندما نقول شيء إن تلك النون ساكنة التي هي في التنوين تلفظ ولا تكتب بعدها حرف الخاء من حرف إظهار إذن يجب إظهار تلك النون ومن كل شيء خلقنا هنا نقلق الحرف القاف قلقلة صغرى الخاء يفخم واللام يرقق زوجيني لعلكم هنا ميم ساكنة بعدها حرف الت يعني إظهار شفاوي وهو حكم أحكام الميم الساكنة لعلكم تذكرون ربال الذال الرأو يفخم هنا مد حركة أو أربع أو ستل المد العرضي للسكون تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ففروا هنا الرأو يرقق لأنه سبق بكسر الله سيق بين نفس كلمة ومدسة حركات للمد الجائز المنفصل إلى الله لأن في لفظ الجلالة يفخم هنا الألف المقصورة في آخر كلمة إلى فهي تحذف للتخلص من التغاء الحرفين الساكنين إذا سمعتم قلت إلى الله ولم أقول إلى الله إذن الألف المقصورة هنا حذفت إلى الله لم يفخم والهاء يرقق لا نقول الله بل الله إني النون بغنى أكمل ما تكون إني لكم منه هنا ميم ساكنة بعدها ميم أخرى مشددة يعني إدغام تماثل ولدينا قاعدة أخرى كذلك تسمى إدغام الإدغام الشفوي وهو حكم من أحكام الميم الساكنة إني لكم منه هنا نون ساكنة بعد حرف الهاء يعني إظهار لهذه النون وهي نون بعدها حرف الهاء من حرف إظهار نون ساكنة بعد حرف الهاء يعني يجب إظهار هذه النون نذير مبين تبالي الذال الرأي يرقق لأنه أصبق بيه إن ساكنة تنوين وبعدها حرف الميم يعني إدغام كامل بغنى وهنا مد حركة أو أربع أو ست للمد العرضي للسكون إني لكم منه نذير مبين هكذا نقرأها ولا تجعلوا مع الله إله ناخر إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا نقلق الحرف الجيم قلقلة صغرى مع الله اللهم في اللفجل يفخم والهاء يرقق إلى هناخر هنا لدينا مد البدل وتم تغييره بالنقل لأن كلمة آخر فيتبدأ بهمزين ممدود يعني مد البدل يمد بحركة أو أربع أو ست عند ورش وقبله يعني قبل تلك الهمزة التي هي همزة قطع قبلها لدينا تنوين إذن تنوين فيه نون ساكنة يعني تلك النون الساكنة ستصبح مفتوحة لأن نقلت إليها الفتحة التي كانت فوق همزة القطع من كلمة آخر إذن عوضا عن قول إلهن تلك النون ستصبح مفتوحة وسيصبح النطق إلهن وبما أن مد البدل هنا لدينا كلمة آخر فمد البدل سيغير بالنقل ونقول إلهن وتلك النون المفتوحة ستمد يعني سنقول إلهن آخر هكذا هذا هو البدل مغير بالنقل إلهن آخر والراء هنا يفخم إني نون بغنى أكمل ما تكون لكم منه هنا نفس الشيء إني لكم منه نذير مبين نفس الشيء الذي شرحت هنا إني لكم منه نذير مبين نفس القواعد فنفس الكلام هنا يعني النون بغنى أكمل ما تكون هنا ميم ساكنة بعدها ميم أخرى مشددة يعني إدغام تماتل وقلنا قاعدة أخرى وهي إدغام شفاوي وهو حكم أحكام ميم ساكنة النون هنا ساكنة بعد حرف الهاء يجب إظهار هذه النون لأنه بعد حرف الهاء وهو حرف من حرف إظهار نذير تباه للذال والراء وترقق لأنه صبقة بها ساكنة والذين التنوين بعدها حرف الميم يعني إدغام كامل بغنى وهنا مد حركتين أو أربع أو ست للمد العرضي للسكم كذلك تباه للذال هنا ونقف على الكهف بشدة وهمس تسمع النفس يخرج كذلك لا نقول كذلك بل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحرون أو مجنون ما أتى الذين هنا مد حركت للمد الجائز المنفصل الذين انتبه لحرف الذال من قبلهم هنا نون ساكن بعدها حرف القاف يعني يجب إخفاء هذه النون مع تفخيم غنة الإخفاء لأنه بعدها حرف القاف مفخم قلنا غنة الإخفاء تتباه في التفخيم والترقيق للحرف الذي يأتي بعدها هنا حرف الباء يقلق القلقلة صغرى وهنا ميم ساكن بعدها ميم أخرى يعني إدغام تماثل ونقول كذلك إدغام شفوي وهو حكم أحكام الميم الساكنة نقول من قبلهم من رسول هنا ننساكن بعد حرف الرأي يعني لدينا إدغام كامل بغير غنة والرأي يفخم من رسول الله هنا التنوين وبعده كلمة إلا تبدأ بهمزة قطع مكسورة همزة القطع ثم حذفها والكسرة ستنقل للساكن قبلها وهو تلك النون التي تلفظ ولا تكتب إذن كلمة رسول ستصبح رسولني يعني لام مكسورة بعدها نون مكسورة يعني نطقا ونمر مباشر إلى اللام هنا رسولني لا ما أتى ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر نوم جنون هنا كلمة أتى تلاحظون أن الألف المقصورة هنا حذفت للتخلص من التقاء الحرفين الساكن إذن نكمل قلنا قالوا ألقاف هنا في أعلى درجة متفخيم لأنه مفتوح وأمامه مد كلمة ساحر الرأو ترقق لأنها سبقت بكسر لصيقة بها من نفس كلمة والذين التنوين بعده كلمة أو تبدأ بهمزة قطع مفتوحة تلك الفتحة ستنقل إلى الساكن قبلها الساكن قبلها هو تلك النون التي في التنوين التي تلفظ ولا تكتب نقول ساحر ستصبح ساحر ونمر مباشر إلى الواو ساحر ساحر والرأو ترقق ساحر نوم مجنون ما قال قالت الجيم قال قالت صغرى ومد حركة أو أربعة أو ستة للمد العرض للسكون أتواصوا به إذا وقفت أقف على الهاء ساكن إذا وصلت سيكون لدينا مد صلة الصغرى يمد بحركتين نقول أتواصوا به بل هم قوم طاغون لكن قف من الأفضل أتواصوا به تلاحظون أن كلمة أتواصوا تبدأ بهمزة قطعين مفتوحة لكن همزة القطع محذوفة لماذا؟ لأنه لو وصلنا كلمة مجنون بكلمة أتواصوا سيكون لدينا تنوين وبعده همزة قطع مفتوحة سيصبح نقل لذلك لو وصلنا سنقول أو مجنون نتواصوا يعني سيصبح النقل لكن من الأفضل قف خذ نفس ثم أكمل بل هم قوم طاغون بل هم هنا ميم ساكين بعد حرف القاف يعني إظهار شفاوي قوم لدينا تنوين بعد حرف الطاء يعني يجب إخفاء تلك منهم في التنوين وتفخيم غنة الإخفاء لأنه بعد حرف الطاء مفخم قوم طاغون مدون حركتين أو أربعة أو ستن مد العرضي للسكون فتولى عنهم فما أنت بملوم فتولى عنهم هنا نون ساكينة بعد حرف الهاء يعني إظهار وهو حكم أحكام نون ساكينة وهنا ميم ساكينة بعد حرف الفاء يعني إظهار شفاوي وهو حكم من أحكام الميم الساكينة هنا النون الساكينة وهنا الميم الساكينة فتولى عنهم فما أنت هنا مد ست حركة المد الجائز المنفصل وإخفاء هذه النون لأنه نون ساكينة بعد حرف التاء من حرف إخفاء بملوم مد هنا حركة 2.4 مد العرض للسكون إذا وقفنا لكن إذا وصلنا سيكون لدينا تنوين وبعدها حرف الواو يعني لدينا إضغام ناقص بغنى وهنا نمدد فقط حركتين مد طبيعي يعني نقول فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر مع انتباه للذال والرأي يرقاق لأنه سبقا بك صلى الله عليه وسيقا به من نفسي الكلمة فإن الذكرى تنفع المؤمنين فإن النون بغنى أكمل ما تكون تبا للذال الرأي يرقق مع إمالة صغرى تنفع إخفاء النون وترقيق غنى الإخفاء لأنه بعد حفل فا مرقاق تنفع المؤمنين هنا مد حركتين أو أرباء أو ست للمد العرض للسكون فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت قال قالة القاف قال قالة صغرى خلقت مع تفخيم الخاء وترقيق اللام خلقت الجن وما خلقت الجن النون بغنى أكمل ما تكون والإنس إخفاء النون مع ترقيق غنى الإخفاء والإنس إلا ليعبدون مد حركةين أو أرباء أو ست للمد العرض للسكون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ما أريد هنا مد حركة المد الجائز المنفصل ترقيق الرأى لأنه مكسور منهم هنا نون سيكون بعدها حرف لها يعني إظهار هذه النون منهم من هنا ميم ساكينة بعدها ميم أخرى مشدد يعني إدغام تماثل ولدينا كذلك قائدة الإدغام الشفاوي وهو حكم أحكام الميم الساكينة يكون بمقدار حركتين يعني بغنى منهم من رزقين هنا نون ساكينة بعد حرف الرأى يعني إظهار يعني إدغام كامل بغير غنى من رزقين مع ترقيق الرأى ولدينا تنوين بعد حرف لها يعني لدينا إدغام ناقص بغنى من رزق وما أريد هنا مد حركة المد الجائز المنفصل ترقيق الرأى لأنه مكسور وما أريد أن يطعمون هنا نون ساكينة بعد حرف الياء يعني لدينا إدغام ناقص بغنى يقلق القلقة صغرى هنا مد حركة أربعة أو ست للمد العرض للسكون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن نون بغنى أكمل ما تكون إن الله في خيم الله في اللفظ الجلالة هو الرزاق في خيم الرأى ذو القوة تبه للذال هذا لوحذف للتخلص من التقاء الحرفين الساكنين الحرف الساكن الثاني وحرف اللام قلنا القايدة تقول إذا التقى حرفين ساكين وأولهما حرف مد يحذف حرف المد للتخلص من التقاء الحرفين الساكنين لذلك قلنا ذو القوة ولم نقول ذو القوة ذو القوة المتين مع مدنا حركة أربعة أو ست للمد العرض للسكون فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فإن نون بغنى أكمل ما تكون تبه للذال فإن للذين ظلموا ظلموا تبه للذال فهو مفخم واللام كذلك لأنه قبله وحرفه الظ ذنوبا تبه للذال والذين تنوين وبعده وحرف الميم يعني لدينا إضغام كامل بغنى ذنوبا مثل تبه للثاء مثل ذنوب أصحابهم هنا ميم ساكنة وبعده حرف الفاء يعني إظهار شفاوي أصحابهم فلا يستعجلون مع مد هنا حركة أربعة أو ست للمد العرض للسكون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون فويل للذين تنوين بدأ حرف اللام يعني إضغام كامل بغير غنى فويل للذين تبه للذال كفروا الراء يفخم كفروا من يومهم هنا نون ساكنة بدأ حرف الياء يعني إضغام ناقص بغنى من يومهم هنا الميم حرك بالضمن للتخلص من التقاء الحرفين ساكنين من يومهم الذي يوعدون كفروا من الزال وهنا مد حركة أربعة أو ست للمد العرض للسكون بهذا نكون قد تعلمنا ولله الحمد كيفية قراءة صورة الذاريات بالقواعد الآن سأردت لكم هذه الآيات التي استخرجنا الأحكام منها في هذه الحصة إذن استمعوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَى هَنَاخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاهون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من جميع هذه الحساس التي قدمناها حتى الآن أطلب منكم الدعاء لي ولوالدي ولمن علمني وأطلب منكم مشاركة هذه الدروس مع الجميع ليستفيد الكل وتبقى لي ولكم صدقة جريا فإن نبدل على الخير كفائله ألقاكم إن شاء الله في الحصة المقبلة ومع صورة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته